روى أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان فاستنشده فقال قد يبس حلقي فمر من يسقيني فقال اسقوه ماءا فقال شراب الحمار وهو عندنا كثير قال فاسقوه لبنا قال عن اللبن فطمت قال اسقوه عسلا قال شراب المريض قال فتريد ماذا قال خمرا يا أمير المؤمنين قال أوعهدتني أسقي الخمر لا أم لك لو لا حرمتك بنا لفعلت بك وفعلت فخرج فلقي فراشا لعبد الملك فقال ويلك إن أمير المؤمنين استنشدني وقد صحل صوتي فاسقني شربة خمر فسقاه فقال اعدله بآخر فسقاه آخر فقال تركتهما يعتركان في بطني اسقني ثالثا فسقاه ثالثا فقال تركتني أمشي على واحدة اعدل ميلي برابع فسقاه رابعا فدخل على عبد الملك فأنشده خف القطين فراحوا منك وابتكروا وأزعجتهم نوى في صرفها ذي يروا فقال عبد الملك خذ بيده يا غلام فأخرج ثم ألقي عليه من الخلع ما يغمره وأحسن جائزته وقال إن لكل قوم شاعر وإن شاعر بني أمية الأخطل خف القطين فراحوا منك أو بكر وأزعجتهم نوى في صرفها ذي يروا كأنني شارب يوم استبد بهم من قرقف ضمنتها حمص أو جدر جادت بها من ذوات القار مترعة كلفاء ينحت عن خرطومها المدر لذ أصابت حمياها مقاتله فلم تكت تنجلي عن قلبه الخمر كأنني ذاك أو ذو لوعة خبلت أوصاله أو أصابت قلبه النشر شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرفي ومنهم بجنبي كوكب زمر حث المطي فولتنا مناكبها وفي الخدور إذا باغمتها الصور يبرقنا للقوم حتى يختبلنهم ورأيهن ضعيف حين يختبر يا قاتل الله وصل الغانيات إذا أيقن أنك ممن قد زه الكبر أعرضن لما حنا قوسي موترها وبيض بعد سواد لمة الشعر ما يرعوين إلى داع لحاجته ولا لهن إلى ذي شيبة وطار شرقن إذ عصر العيدان بارحها وأيبست غير مجرى السنة الخضر فالعين عانية بالماء تسفحه من نية في تلاقي أهلها ضرر منقضبين انقضاب الحبل يتبعهم بين الشقيق وعين المقسم البصر حتى هبطن من الوادي لغضبته أرضا تحل بها شيبان أو غبر حتى إذا هن وركن القصيم وقد أشرفن أو قلن هذا الخندق الحفر وقعنا أصلا وعجنا من نجائبنا وقد تحين من ذي حاجة سفر إلى أمر إن لا تعرينا نوافله أظفره الله فليهنئ له الظفر الخائض الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسقى به المطر والهم بعد نجي النفس يبعثه بالحزم والأصمعان القلب والحذر والمستمر به أمر الجميع فما يغتره بعد توكيد له غرر وما الفرات إذا جاشت حوالبه في حافتيه وفي أوساطه العشر وذعذعته رياح الصيف والطرابت فوق الجآجئ من آذيه غدر مسحنفرا من جبال الروم تستره منها أكافيف فيها دونه زور يوما بأجود منه حين تسأله ولا بأجهر منه حين يجتهر ولم يزل بكواشيهم ومكرهم حتى أشاطوا بغيب لحم من يسر فمن يكن طاويا عنا نصيحته وفي يديه بدنيا غيرنا حصر فهو فداء أمير المؤمنين إذا أبدن وأجذ يوم باسل ذكر مفترش كافتراش ليث كلكله لوقعة كائن فيها له جزر مقدم مئتي ألف لمنزلة ما إن رأى مثلهم جن ولا بشر يغشى القناطر يبنيها ويهدمها مسوم فوقه الرايات والقطر حتى تكون لهم بالطف ملحمة وبالثوية لم ينبض بها وتر وتستبين لأقوام ضلالتهم ويستقي من الذي في خده صعر والمستقل بأثقال العراق وقد كانت له نعمة فيهم ومدخر في نبعة من قريش يعصبون بها ما إن يوازى بأعلى نبتها الشجر تعلوا الهضاب وحلوا في أرومتها أهل الرباء وأهل الفخر إنفخر حشد على الحق عياف الخنى أنف إذا ألمت بهم مكروهة صبر وإن تدجت على الآفاق مظلمة كان لهم مخرج منها ومعتصر أعطاهم الله جدا ينصرون به لا جد إلا صغير بعد محتقر لم يأشروا فيه إذ كانوا مواليه ولو يكون لقوم غيرهم أشر شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدر لا يستقل ذو الأبغان حربهم ولا يبين في عيدانهم خوار هم الذين يبارون الرياح إذا قل الطعام على العافين أو قتر بني أمية نعماكم مجللة تمت فلا منة فيها ولا كدر بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آوى وهم نصر أفحمت عنكم بني النجار قد علمت عليام عد وكانوا طالما هدر حتى استكانوا وهم مني على مضض والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر بني أمية إني ناصح لكم فلا يبيتن فيكم آمنا زفر واتخذوه عدوا إن شاهده وما تغيب من أخلاقه دعر إن الضغينة تلقاها وإن قدمتك العر يكمن حينا ثم ينتشر وقد نصرت أمير المؤمنين بنا لما أتاك ببطن الغوطة الخبر يعرفونك رأس ابن الحباب وقد أضحى وللسيف في خيشومه أثر لا يسمع الصوت مستكا مسامعه وليس ينطق حتى ينطق الحجر أمست إلى جانب الحشاك جيفته ورأسه دونه اليحموم والصوار يسأله الصبر من غسان إذ حضروا والحزن كيف قراك الغلمة الجشر والحارث ابن أبي عوف لعبن به حتى تعاوره العقبان والسبر وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوك جهارا بعدما كفروا فلا هدى الله قيسا من ضلالتهم ولا لعن لبني ذكوان إذ عثروا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر كانوا ذوي إمة حتى إذا علقت بهم حبائل للشيطان وابتهروا صكوا على شارف صعب مراكبها حصاء ليس لها هلب ولا وبروا ولم يزل بسليم أمر جاهلها حتى تعيى بها الإيراد والصدر إذ ينظرون وهم يجنون حنظلهم إلى الزواب فقلنا بعدما نظروا كروا إلى حرتيهم يعمرونهما كما تكر إلى أوطانها البقر فأصبحت منهم سنجار خالية فالمحلبيات فالخابور فالسرر وما يلاقون فراصا إلى نسب حتى يلاقي جدي الفرقد القمر ولا الضباب إذا خضرت عيونهم ولا عصية إلا أنهم بشروا وما سعى منهم ساع ليدركنا إلا تقاصر عنا وهو منبهر وقد أصابت كلابا من عداوتنا إحدى الدواهي التي تخشى وتنتبر وقد تفاقم أمر غير ملتئم ما بيننا فيه أرحام ولا عذر أما كليب بن يربوع فليس لهم عند المكارم لا ورد ولا صدر مخلفون ويقضي الناس أمرهم وهم بغيب وفي عمياء ما شعر منطمون بأعقار الحياض فما ينفك من دارمي فيهم أثر بئس الصحات وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر قوم تناهت إليهم كل فاحشة وكل مخزية سبت بها مضر على العيارات هداجون قد بلغت نجران أو حدثت سوآتهم هجر الآكلون خبيث الزاد وحدهم والسائلون بظهر الغيب ما الخبر واذكر غدانة عدانا مزنمة من الحبل قتبنا حولها الصير تمذي إذا سخنت في قبل أذرعها وتزرئم إذا ما بلها المطر وما غدانة في شيء مكانهم الحابس الشاء حتى تفضل السؤر يتصلون بيربوع ورفدهم عند الترافد مغمور ومحتقر صفر لحام وقود الأدخنات إذا رد الرفاد وكف الحال بالقرر ثم الإياب إلى سود مدنسة ما تستحم إذا محتكت النقر قد أقسم المجد حقا لا يحالفهم حتى يحالف بطن الراحة الشعار